مع اقترابي موعد بدء العام الدراسي الجديد ظهرت بوادر أزمة من المرجح أن تفرض نفسها وبقوة على سير العملية التعليمية وهي شكوك المثارة حول إمكانية الشروع بدوام المدارس مع استمرار عدوى كورونا في الانتشار لو عدنا للوراء قليلا فإننا سنجد أن العام الدراسي الماضي لم يكن مثاليا بسبب ما رافقه من أحداث ومعرقلات فتظاهرات الشعبية الغاضبة أوقفت الدراسة في بغداد وعدد من المحافظات لأشهر ثم جاء فيروس كورونا ليجهز على ما تبقى من العام الدراسي لكن الظروف ازدادت الآن تعقيدا فالإصابات بالفيروس ارتفعت معدلاتها لتصل إلى نحو خمسة آلاف يوميا بعد أن كانت لا تتجاوز العشرات أو المئات في أسوأ الحالات لجنة التربية والتعليم في البرلمان قدمت بعض المخترحات لتجاوز المعرقلات المحتملة كان من بينها تأجيل موعد بدء العام الدراسي إلى ما بعد منتصف الشهر المقبل وتقسيم الطلاب إلى وجبتين يكون الدوام لكليهما بالتناوب واللجوء إلى التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية وغيرها كل هذه الحلول تتطلب توفير مستلزمات قد لا تكون متاحة بسهولة بالمستقبل المنظور وتحتاج إلى أصدار قوانين وتعليمات لتسوية الأمور المالية المتعلقة بأجور التعليم في المدارس الخاصة إضافة إلى وضع معالجات للأقسام والمراحل في الجامعات التي يكون جزء من الدوام فيها مخصصا للجانب العملي وقبل ذلك كله إلزام الجميع بمراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم المؤسسات التعليمية بشكل متواصل مسار الأحداث وطبيعة الوباء وزيادة انتشاره تفرض بمجملها ضرورة الإسراع بحسم الموضوع والتعامل مع الأوضاع في ظل الأزمة من دون المراهنة على قرب انتهائها مع إمكانية الاقتداء بتجارب بلدان من بينها دول مجاورة بدأ فيها العام الدراسي وسط تعيش الجميع مع الوباء مع مراعاة أقصى درجات الحذر والوقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر